فيه تعديلات تمت على المبادرات اللي البنك المركزي اطلقها في خلال السنوات السابقة هل ده لي علاقة بالتصريحات اللي اسمعنا عنها في شهر تمانية اللي فات ان فيه مطالب من صندوق المقد الدولي لالغاء المبادرات ده ترفع اي ده المنخفض عن السعر السوق واللي الدكتور محمد معاية وزير المالية طلع وقتها ونفى ان لن يتم الغاء اي مبادرة تعليمنا نتكلم في الموضوع ده النهارده ونفهم الموضوع بزرع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المصر خلينا نتكلم بس على حاجة صغيرة كده في الاول علشان توضح الموضوع لحضراتكم بشكل افضل وتقدروا ان انتم تعرفوا الحكاية بالزبط ايه بالوقت لما حضرتك بتروح على بنك من البنوك العاملة في السوق المصري علشان تحصل على قرده بيبقى عندك نوعين من القروض فيه نوع الفايدة بتاعته ثابتة وفيه نوع الفايدة بتاعته متغيرة الفايدة الثابتة دي من اول يوم في القرد لحد اخر يوم القست بتاع حضرتك ما بيتغيرش ولا معدل الفايدة على القرد ده بيتم تغييره وفي نفس الوقت احنا الفايدة عندنا في القروض بتبقى متنقصة يعني بيتم حسابها على اصل المبلغ يعني لو قلنا كمثال اربعتاشر في المية الاربعتاشر في المائة دي بيتم حسابها على أصل المبلغ المتبقي القسط اللي حضرتك بتدفعه شهريا ده بينقسم لجزئين جزء بيتم سداد الأصل منه وجزء بيتم سداد الفايدة في أول مدة القرد الجزء اللي بيروح للفايدة بيبقى أكبر بكتير من الجزء اللي بيروح للأصل وبيفضل ينخفض تدريجيا لحد ما نوصل عند آخر المدة يبقى الموضوع يتعكس الجزء اللي رايح للأصل أكبر بكتير من اللي رايح للفايدة وموظف البنك عادة بيقول لحضرتك المعادل للفايدة المتنقصة دي كان بالثبتة إليها كمثال إن إحنا قلنا 14% متنقصة هنقول إنها توازي 8% ثبتة فهي بيقول لحضرتك أهو الفايدة القرد 8% حضرتك بتأخذ الرقب ما وتتعامل على أساسه وتحسب حساباته بس فعليا على السيستم في البنك بيتم العمل بالفايدة المتنقصة بالنسبة للنوع التاني اللي هو الفايدة المتغيرة بيتم تحديد الفايدة بتاعة القرد ده بنائا على السعر المعلن من البنك المركزي خلال لجنة السياسات النقضية على القروض وبيتم إضافة عليه 2% ده أغلب البنوك بتعمل كده ببقى سعر الكوريدور زائد 2% وبالتالي بيتم تغيير القسط بتاع حضرتك بنائا على تغيير معدل الفايدة سواء بيرتفع أو بينخفض بنائا على المعلن من لجنة السياسات النقضية في الفايدة الثبتة ما بيحصلش أي تغيير ولو حصل إن هو ارتفع عن المعدل اللي حضرتك بتفهم مع البنك عليه البنك يبقى تحمل الخسارة والعكس الصحيح لو أقل يبقى البنك بيطلع له مكسب الوضع هنا بالنسبة للمبادرات إيه إحنا لما تكلمنا قبل كده على مبادرة مثلا التمويل العقاري اللي محدودة متوسط الدخل وكان الفايدة بتاعتها متنخصة 3% وإنها بتعادل الثابت 1-81% معشان ما لغضكوش في النقطة دي دي حلقة بتتكلم بالتفصيل عن احتساب فائدة القروض هسابها لحضراتكم في صندوق الوصف دلوقتي فيه فرق ما بين اللي بيتم دفعه فعليا من حضرتك في المبادرة اللي هو الثلاثة في المية وما بين اللي بيتحمله البنك المركزي لأن احنا دلوقتي لو كلمنا عن سعر الثامن الخاص بـ 13.75 زائد 2% يعني بتكلم في 15.75 فرق الفايدة ده اللي كان بيتحمله البنك المركزي القرار للصدر انبارح من رياسة الوزراء إن وزارة المالية هي اللي هتتولى إدارة وإصدارة ضوابط والتنظيم المبادرات اللي تم إصدارها قبل كده مش البنك المركزي وهيتم تحميل فرق العائد ده على الجهات المختصة يعني احنا بنتكلم دلوقتي على مبادرة تميل العقاري محدود المتوسط الدغل فرق العائد مش البنك المركزي اللي هتحمله لا هتبقى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي اللي هتشيل فرق العائد ما بين سعر الكوريدور زائد 2% وما بين 3% لأن كان الفرق ده كان البنوك بتتحمله والبنك المركزي بعوضها عن الفرق ده الوقت لا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هتتحمل فرق المبادرة دي نيجي مثلا نتكلم على مبادرة إحلال السيارات كان اللي أصداريتها وزارة المالية لو وزارة المالية هتتحمل الفرق بتاع العائد بتاع المبادرة مش البنك المركزي وهكده في جدول هيظهر للشاشة على حضراتكم دلوقتي في كل جهة هتتحمل فرق العائد والتعديلات اللي تمت على المبادرات يعني كده المبادرات دلوقتي بالنسبة لمبادرات التمويل العقاري اللي هتتحملها زي ما قلنا زي ما واضح في الجدول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة لمبادرة بتاعة إحلال المركبات وطرق الرأي الحديثة اللي هتتحملها وزارة المالية بالنسبة لمبادرة السياحة اللي هتتحملها صندوق دعم السياحة أو وزارة السياحة في تعديلات حصلت على مبادرتين من الخمس مبادرات اللي موجودين على الشاشة دلوقتي المبادرة الأولى حصل عليها تعديل هي مبادرة التمويل العقاري المتوسط الدخل اللي كان الفايدة بتاعتها 8% الحد الأقصى بتاع المبادرة دي كان 50 مليار جنيه أو كان المخصص لها بمعنى أداء كان 50 مليار جنيه دلوقتي تم خفض المبلغ ده لـ 15 مليار جنيه المبادرة التانية اللي حصل فيها تعديل هي مبادرة دعم السياحة أول ما تم إصدار المبادرة دي في أول عام 2020 الفايد عليها كانت 10% وتم خفضها في شهر مارس 2020 نتيجة لإجراءات الاحترازية بتاعت كورونا وتخفضت لـ 8% دلوقتي تم رفعها مرة أخرى لـ 11% فدي التعديلات اللي حصلت على المبادرات القائمة حتى الآن بالنسبة للمبادرة بتاعت المشاوات الصغيرة المتوسطة ما فيش أي قرارات بخصوصها حتى اللحظة دي فبناء على القرار للصدر المبارح اللي هيتولى إدارة المبادرات ومتابعتها وإصدار الضابط بتاعتها ومين المستفيد ومين الجهات المريحة والكلام ده كله هتبقى وزارة المالية وهي هتبقى المسؤول الأول والأخير عن الموضوع ده والتكلفة زي ما اتفقنا مش اللي هيتحملها البنك المركزي لا وزارة المالية هتحدد مين اللي هيتحمل التكلفة بناء على كل مبادرة زي ما كان موضح في الجدول اللي كلمنا عنه دلوقتي الكلام ده حصل ليه؟ الكلام ده حصل لسببين السبب الأول إن الخسائر اللي بتحصل في منزمية البنك المركزي مصدرها حاجتين اتنين الحاجة الأولى هو فرع العائد والخسارة اللي بتحصل لها من التحمل المبادرات الحاجة الثانية هو موضوع سحب السيولة من السوق علشان يكافح التدخل الوظيفة الرئيسية اللي لقيه بنك مركزي في العالم هي حاجتين أساسيتين الحاجة الأولى هي مكافحة التدخل وضبط الأسعار والحاجة الثانية هي الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي والبنوك فبالتالي هو دلوقتي أهم حاجة بالنسبة له هو موضوع عمليات سحب السيولة اللي من السوق علشان يكافح التدخل بس هو ما يقدرش أنه يتحمل مبادرات أكتر من كده فبالتالي الجهات اللي خاصة بالموضوع ده أو المختصة بمعنى أداء بالموضوع ده هي اللي هتتحمل الجزئية دي تاني حاجة هو كده تم معالجة التشوهات السعرية في معدلات الفايدة اللي في القطاع المصرفي فبالتالي هو كل جهة هي اللي هتتحمل الجزئية بتاعتها أو فرق العائد بتاعها بس القطاع المصرفي مش هيتحمل الجزئية ده ده ببساطة النقطة بتاعت تعديل مبادرات البنك المركزي وسحب او بمعنى ادق تحميل فرق العائد على الجهات المختصة مش على البنك المركزي زي ما كان بيتم في السابق. ودي كانت حلقة النهاردة ابن المصرفي يارب اقدر اتفادكم وضح لوكم الموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اشتركوا 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 الحلقات الجديدة ولو الحلقة عاجبتك دوس لايك وامل شير عشان استقدر تستفيد ولو ما عاجبتكش دوس ديس لايك وقال لي السبب في تعليقاتهم من ان انا عرف رأي حضرتك واشوفكم على خير محمد